رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشنكا يطالب بإعلان وقف إطلاق النار دون شروط مسبقة ويؤكد ضرورة بدء محادثات فورية لحل النزاع في أوكرانيا لوكاشنكا قال أيضاً أن الغرب يسعى إلى غزو بلاده وتدميرها دعياً إلى وقف الحرب في أوكرانيا منعاً لحصول تصعيد أكبر محذراً من خطر اندلاع حرب نووية بسبب الدعم الغربي لأوكرانيا الكريملين رد بالقول أن موقف روسيا من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لم يتغير وإن العملية مستمرة معتبراً إياها الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأهداف الروسية حالياً ما السبيل إذن إلى احتواء المخاطر الإقليمية والدولية لأزمة أوكرانيا وما سر دعوة بيلاروسيا لوقف إطلاق النار الآن لمزيد من المتابعة مع عيمين مينسك رئيس مركز دراسات الدولية في كلية العلاقات الدولية دكتور أليك لسينياك أستاذ أليك مرحباً بك معنا إذن بداية عن هذه المبادرة والدعوة إلى هنا أو وقف إطلاق النار من الجانبين من الرئيس البيلاروسي ما الذي تغير لماذا ولماذا الآن خاصة وأنه الحليف الأكبر بالنسبة لبيلاروسيا وهي موسكو سارعت إلى رفض هذا الطرح وهذه المبادرة أيضاً شكراً جزيلاً للسؤال وإذا مثلاً ألقينا نظرة على تاريخ بلدنا فليس من الصعب أن نلاحظ أن كل الحروب مرت عبر بلدنا أي نزاع كين بين الشرق والغرب والشمال والجنوب فدائماً كان هناك تتمر هذه النزاعات في بيلاروسيا طبعاً العلاقة الآن بين روسيا وبيلاروسيا هي قوية وحتى مثلاً اللجنة الأولمبية الدولية منعت دولتنا من المشاركة في الألعاب لأنهم يرون بأننا نقف مع روسيا أعتقد بأن الدول الغربية بكل تأكيد تقود حملة ضدنا وإذا نظرنا إلى جيراننا من يقدم الأسلحة مثلاً في المستقبل إذا لم أخطأ أظن بأنهم سيرسلون دبابات أبرامز ودبابات البانترز والعديد أيضاً ربما حتى من الطائرات النفاثة وغيرها والمدفعية الخطأ بالنسبة للنيتو هو أنهم وضعوا قواتهم بالقرب من حدودنا وبيلاروسيا لم تستفز قط دول النيتو ولكن هناك أي إشارات دكتور أليغ على أن الغرب يستفز بيلاروسيا لأن الرئيس أشار إلى هذه المسألة وربما حتى أن بلاده مهددة بغزو بلاده من بولندا ما هي الدلائل على ذلك ومن يرغب حتى من دول النيتو ودول الجوار لتوسيع دائرة الصراع بالنهاية قبل كل شيء نرى أن أوكرانيا حتى الاحتمال مثلاً لأن يكون هناك تفاوض فالغرب دائماً يقفون ضد هذا وحتى اتفاقية مينسك التي وقعت في مينسك الغرب تخلى عنها وأوكرانيا أو النظام في أوكرانيا تخلى عنها لكن أوكرانيا وروسيا ربما ينبغي أن تجلس على طاولة المفاوضات ولكن طبعاً بما أن الدول الغربية تسيطر على أوكرانيا فهذا مستحيل الآن وإذا نظرنا إلى الولايات المتحدة ودورها الكبير فبسبب توتر بين واشنطن وروسيا وبسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت حتى أوروبا فرأينا ذلك التضخم الذي حدث فأظن بأنه طيب ولكن هذا كله يكون ضد توجه أنه قد يكون هناك غزو أو تدخل أو مساعد لتوصيل الصراع إلى داخل بلاروسيا من أن هذه التصريحات بوجود تهديد من أجل تبرير وجود أسلحة نووية تكتيكية روسية في الأراضي بلاروسية بل ولوكاشينكا ذهب إلى بعد ذلك على استعداد بلده لاستقبال تلك الاستراتيجية لا لا أعتقد هذا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي أو الغرب عموما يرون أوكرانيا كحقل للتجارب وللتأثير ولإضعاف روسيا في نزاعهم ضد روسيا وكل أولئك الغرب فقط كما قلت يستعملها كحقل للتجارب نعم شكرا جزيلا لك إذن ضيفنا من مينسك رئيس مركز دراسات الدولية في كلية العلاقة الدولية دكتور أليغ ليسينياك